أكد مصدر رفيع المستوى انعقاد اجتماع ربعي المسؤولين من مصر والولايات المتحدة وقطر بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية في روما يوم الأحد القادم وأضاف المصدر أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار كهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة كما أشر المصدر رفيع المستوى إلى أن مصر أكدت تمسكها بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وأكدت مصر كذلك تمسكها بضرورة ضمان دخول المتعادات وحرية حركة المواطنين والانسحاب الكامل من منفذ رفح من الجانب الفلسطيني